تأكد وزير السكن والعمران والمدينة عبدالوحيد تمار أن السكن الترقوي المدعم سيوجه للمواطنين ذوي أجور من 18 ألف دينار إلى 10 ملايين فاصلة 8 ألف دينار أي ستة مرات الأجر القاعدي تمار أوضح أن تسعير الشقق حددت بـ 50 ألف دينار للمتر المربع على حسب المناطق الأربعي في التقسيم الوطني على أن تنجز السكنات بغرفتين إلى خمسة غرف من أسبوع لآخر تنكشف مزيد من التفاصيل على صيغة السكن الترقوي العمومي المدعم صيغة جديدة قديمة يترقبها الجزائريون بفارغ الصبر فبعد أسبوع فقط سيتم فتح أبواب الاكتتاب أبما أصحاب الدخل الذين تتجاوز أجورهم 18 ألف دينار لتفادي أخطاء السياغ السابقة تعمل الحكومة على تحديد أسعار الشقق وفقا لخصوصية كل منطقة لكن المؤكد أن سعر المتر المربع الواحد في ولايات الشمال لن يكون تحت عتبة خمسة ملايين سنتيمة مراه The역 würde الواحد في الواحد الواحد في حصول 5 ألف دينار الآن يدخل في نفس السياغ لكن يكون فيها الزوانية الأقل في 4 زون من عصايمة حتى الغريق السياغ سيخة الدفع كذلك اتضحت وهي ستتوزع على أربعة أقصاط وذلك حسب نسب تقدم أشغال الإنجاز بدعم مالي لم يقل عن أربعين مليون سنتيم ولن يزيد عن سبعين مليون تقدم أشغال الإنجازة ومراعاة لحجم الطلبات والفئات المستهدفة تطرح وزارة السكن سيغة مكيفة بينها إعادة بعض الشقة ذات الغرفتين مع ضمان السكن الفردي بالجنوب نوعية السكن من الأفدو الأفكات الأفسنك لأن التركيبة العائلية تختلف تختلف السكن الفردي في الصحراء نحن ندر لكم كذلك لأننا نمط في الصحراء لا يتماشى مع الكولكتيف كل تركيز وزارات السكن منصب حاليا على سكنات ترقوية عمومية مدعمة ذات نوعية بطوابق أرضية خصيصا لركن السيارات فئات كثيرة من الجزائريين تترقب للاكتتاب وأخرى تنتظر حصتها من سياغ أخرى فهل ستنجح مصال عبدالوحي طمارة في كسب الرهانة؟